تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العديم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا قوقكم سبعا شداتا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء السجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفوا في السور فتأتون أبواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا في الطاقين مآبا لابثين فيها أحوابا لا يدوبون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وقساقا جزاء أو غفاقا إنهم كانوا لا يرجون يسابا وكذبوا في آياتنا كتابا وكل شيء لا صيناه كتابا فادهوكوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مبازا أدائك وعنابا وكواعب أدرابا وكأسا لهاكا لا يسمعون فيها لوا ولا كتابا جزاء من ربك أعطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بين ومن الرحمن لا يملكون منه طابا يوم يقوم الروم والملائكة صفا لا يتفلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يندر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نسا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تردف الراجفة تتسبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاسعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة قاسرة فإنما هي زجرة وايدة فإذاهم بالساهرة هل أتاك هديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس توا اذهب إلى فرعون إنه طقا أقول هل لك إلى أن أزكى وأهديك إلى ربك فتخنا فأراه الآية الكبرى فكذب وعصاه ثم أدبر يسعاه فشرف نعداه فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكا للآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخزاه أأنتم شد خلقا من السماء بناها عفع سمكها فسواها وأوتس ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرساها أتاعا لكم ولأن أعمكم فإذا جات الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجيم لمن يرى وأما من تقى وآخر حياة الدنيا فإن الجيم هي المأوى تسألونك عن الساءة أيان ورساها إما أنت من ذكرها إلى ربك منتاها إنما أنت منذر من يقتاها فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أشية أو تحاها